ومشاهدين لمزيد من التفاصيل ينضموا إلينا عبر الهاتف الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي أهلا بحضرتك يا دكتور كل سنة وحضرتك طيبة وحضرتك طيبة وسنة سعيدة إن شاء الله على حضرتك وكل المشاهدين وعلى مصر إن شاء الله يارب تكون في أحسن حال يا رب إن شاء الله حقيقة جهود الدولة في دعم الاقتصاد المصري كبيرة يمكن هذه الجهود يعني برغم الظروف الاقتصادية اللي بيمر بها العالم وطبعا بتعصف بكل دول العالم إلى أن الدولة المصرية عملت على دعم الاقتصاد من خلال جميع القطاعات دعم جميع القطاعات في الدولة كيف تقيم ذلك ويحجم النمو الذي تشهده مصر ويشهده الاقتصاد المصري بعد مرحلة من التحديات الكبيرة هو طبعا خلينا نقول فندم حرصا من الدولة على زيادة معدلات النشاط وزيادة معدلات النمو أو زي ما بيقولوا كده التماسك الأوضاع الاقتصادية في ظل الاقتصاد العالمي للأسف اللي هو كان متباطئ تباطئ كبير على مدار العامين الماضيين وشفنا أن مصر الحمد لله حققت معدلات النمو تقريبا حتى عام 22-23 اللي هو العام المالي قرب الأربعة في المية والمستهدف إن شاء الله في عام 23-24 برضو اللي هو العام المالي إن احنا نحقق نفس الرقم لازم نقارن ما هو الوضع الاقتصاد المصري في ظل الأوضاع العالمي يعني لازم نشوف نفسنا أمام العالم شكلنا إيه العالم النهاردة معدلات النمو بتتباطئ وبتتراجع وفي دول كثيرة منها دول في الاتحاد الأوروبي للأسف بتحقق معدل نمو سلبي ولكن الحمد لله احنا شايفين إن مصر النهاردة في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية دي والتضخم الكبير وطبعا ارتفاع في أسعار الفايدة العالمية بتحقق نمو تقريبا قرب الأربعة في المية وزي ما احنا شفنا في عدد من المشروعات المتابعة الاقتصاد الجيد هيلاقي مثلا الحمد لله زي قناة السويس أول مرة في تاريخها بتعمل تقريبا في نهاية العام اللي هو تقريبا احنا على أعتابه خلاص خلال ساعات قليلة أكتر من عشرة مليار دولار ده خلاف المشروعات اللي في العيقة الاقتصادية لما بنشوف الحمد لله إن في عدد من المشروعات القومية القبرى ابتدت يكون لها انتاجية كبيرة وبتزود النشاط مثال البتروكيمويات الغاز البترول ده يعني منتال أمانة مجهود يحمل أعتقد والتصور اللي خلى دفع بالنشاط الاقتصادي قرب المعدل الأربعة في المية عزيم طيب لو اتكلمنا على إنه فين يعني نحن أين نحن من الاقتصاد العالمي أين يوجد يعني الاقتصاد المصري ترتيبا يعني يا فندا لا خلينا نقول أتعارف حضرتك في شرائح للدول ذات الأسواق اللي هي المتقدمة والأسواق النشأة يعني احنا مازلنا حتى وقتنا الحالي يعني حضرتكم لو بصيتوا على السوق الأمريكي وده طبعا من الأكبر الأسواق عنده معدل تدخم كبير جدا للأسف عنده تراجع في مستوى العملة النهاردة مقارنة بالعملات العالم اللي هو الدولار يعني مقارنة بالعملات العالم تراجع 2% ده مؤشر خطر برضو على الأوضاع الاقتصادية العالمية احنا النهاردة لما يجي نقارن ان احنا بنشوف ان في وضعنا الاقتصادي في ظل التحديات ما ننساش التحدي الاقتصادي بتاعنا مش التحدي اقتصادي قدرات مالية فقط لا ده عندنا قدرات سياسية للأسف مؤثرة تأثير علينا كبير الجانب الغربي بالنسبان الدولة الشقيقة ليبيا عندها مشاكل فللأسف مؤثرة علينا تأثير كبير اشققنا في السودان نفس الحكاية اخيرا اللي هو من 7 اكتوبر الماضي الحرب اللي في غزة او الابادة الجمعية اللي احنا بنشوفها من اسرائيل على الفلسطينية ده بيأثر على السياحة بيأثر على النشاط التجارة العالمي بيأثر النهاردة على الاكتشافات الاستثمرية يعني لو فيه مستثمر جاي يكتشف بيتحفظ على كثير من الدول منها السياحة تخيالي حضرتك وكل مشاهدنا الكرام البنك الدولي بيطلع تصريح راسم ان من الدول اللي هتتأثر تأثير كبير هي مصر في الاوضاع السياسية الاوضاع السياسية على السياحة طبعا اكيد بتلقي بالظلها اكيد على كل يعني دول العالم يعني اي صراعات في العالم والحروب بتأكيد بتؤثر اقتصاديا على اقتصادات العالم مظبوط وهذا اللي احنا بنتكلم طب احنا بنسأل بقى البنك الدولي ما هو تحركك في ظل هذه الازمة يعني البنك الدولي وسندوق الناد الدولي لن يتحرك في تدعيات ازمة كورونا بالتحرك لإجابة المطلوب في ظل سلاسل الامداد يعني الدول للأسف حضرتك هتعلمي جدا انها تأثرت تأثير كبير المؤسسات الدولية لن تتحرك حتى في اللي هي كمة المناخ اللي هي الماضية وما قبلها لو تخيح حضرتك كمان في ظل الارتفاع الكبير جدا في مؤشرات التدخم اللي مؤثرة تأثير كبير على العالم الأمم المتحدة ذات نفسها بتطلع بيانات رسمية بتقول ان الأوضاع الاقتصادية في العالم للأسف مؤثرة تأثير كبير جدا ومنها على الشرق الأوسط ومنها على الدول في أفريقيا ودون تحرك من المجتمع الدولي فعلشان كده لما نيجي احنا نقيس اقتصادنا النهاردة في ظل هذه الاعتبارات بنقول الحمد لله احنا متحركين تحرك ايجابي جدا وطبعا بينقصنا مجهود لان طبعا عدد السكان بيزيد عندنا التحديات بتزداد نازم ناخد القضية بفلسفتحة كلها بالكامل حتى يتم تقييمها تقييم دقيق دكتور مصطفى شفت ازاي المبادرات التي اطلقتها الحكومة والدولة المصرية لطبعا تقليل الوردات وزيادة الصادرات المصرية وتعميق المنتج المصري زاي مبادرة ابدأ مسلا شوفي حضرتك هو دي من افضل المنهجية اللي اتبعتها الدولة في الاوضاع الاقتصادية اللي هي وضعت عدد من المبادرات لتنشيط القطاع الاقتصادي الداخلي مبادرة زي مبادرة ابدأ نزلوها الدولة او برعاية الساد الرئيس بقى عشان يرجع الفضل لصاحب الامر اللي هو احتكب بالفازية الفكرة ان ابتدت المبادرة دي بنزلهم لي ازالة التحديات امام مجتمع رجال الاعمال والمستثمرين والمصنعين ولو شفت حضرتك النهاردة ان في استحفان من هذا المجتمع اللي هو مكتبع رجال الاعمال والمصنع ومن شبه لذلك ان المبادرة دي سندت مسندة كبيرة جدا لو احنا حذفنا الكلام ده من القيمة الاقتصادية هتلاقي ان احنا للأسف كنا هايكون متأثرين تأثير كدير فلهم فضل ان هم فعلا تحركوا تحركوا جيد وشايفين ان هم بيزيلوا الصعوبات امام المستثمرين في عندنا مبادرات للسياح في عندنا مبادرات لتشغيل اللي هي المشروعات الصغيرة والمتوسطة طبعا هيا ان دورها كبير جدا دكتور مصطفى ريتي تدينا نبذة برضو عن دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهذه التمويلات وهذا الدعم الذي قدمته الحكومة ودولة مصرية لمثل هذه المشروعات للنهوض بالاقتصاد المصري والله ارجع تاني اقول ان الفضل بعد ربنا سبحانه وتعالى الرئيس عبدالفتاح السيسي تولى هذه المبادرة بفكرة ان لازم كل يد عاملة في مصر تستفيد من ان يكون عندها مشروع استثماري يازم يكون فيه مشروعات نبتدي من قاع الاقتصاد خالص اللي هي المشروعات الصغيرة جدا ويمكن تتذكروا حضراتكم المشروعات دي جاية من سواء بقى في تربية المواشي في الريف او زيادة المحاصيل الزراعية او ان احنا بنشوف الورش الصغيرة ساعد بنشوف ان فيه مشروعات للشباب اللي هي البسيطة جدا حتى فيه جهاز اللي هو جهاز المشروعات الخاص بمشروعات الصغيرة ومتوسطة ومتنائية الصغر بيدي دراسات جدوة كمان يعني لو انت مش قادر ان انت يكون عندك مشروع ولكن عندك قدرة ان انت تشتغل الاجهزة دي بتساعدك وبتيتشتغل هو ده تحرك طبعا احنا عشمنين ان يكون فيه زيادة ومزيد من التطوع طبعا لان احنا النهاردة المتطلبات العالمية ومتطلباتنا من الصلع ومتطلباتنا بالتوفير الحياة الكريمة للانسان بتطلب مجهود مضاعف واوضاع اقتصادية اكثر حسنة طبعا يا دكتور شكرا جزيلا دكتور مصطفى بدر الخبير الاقتصادي على هذه المعلومات وعلى وجودك معايا فانت